تفاصيل مقتل البلوجر العراقية الشهيرة فيروز أزاد بأربع رصاصات على سريرها قتلت البلوجر والتيكتوكر العراقية الشهيرة فيروز أزاد بطلقات نارية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق وبحسب مصدر أمني كردي تتجه أصابع الاتهام إلى زاوية فيروز أزاد ووالدها بالتحديد بعدما وجدت جثة في شقتها جنوب شرق أربيل وأضاف المصدر أن عددا من أقارب المجمع عليها اقتحموا شقتها وأطلقوا عليها أربع طلقات من مسدس شخصي اخترقت جسدها بينما كانت نائمة في مغدعها وذلك حسب صحف محلية وبحسب المصدر أشارت التحقيقات الأولية إلى تورط والد البلوجر المنفصل عن والدتها وكذلك أيضا أبناء عمومتها مشيرا إلى أن والدها وأقاربها هددوا فيروز بالقتل بسبب نشطها وتبلغ فيروز أزاد من العمر 21 عاما وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تيك تاك وسناب شات وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية وفي 18 نوفمبر عام 2023 نجد فيروز من محاولة اختيال بعد أن قام شخصان برميها من شرفة شقتها في أربيل وأصيبت إصابات بالغة ورقادت في المستشفى عدة أسابيع والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سليم